اشتركوا في القناة من ثمار دعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى واهتمام ومتابعة جلالته بكافة تفاصيل رحلة أبطال البحرين للصعود إلى قمة الجبل الأعلى عالميا وهو الأمر الذي أكده جلالته من خلال الاتصال الهاتفي بأعضاء الفريق وتهنئة جلالته لهم بهذا الإنجاز الكبير وتابع اسمو الشيخ ناصر بن حمد أتقدم إلى أعضاء الفريق بالتهنئة والتبريك بهذا الإنجاز الكبير الذي حققوه بالوصول إلى أعلى قمة في العالم الأمر الذي يمثل إضافة نوعية في سجل التمييز والإنجاز للحرس الملكي ورجالته البواسل كما ونشيد بالجهود التي بذلها أعضاء الفريق خلال مهمتهم في تسلق الجبل وتحدي كافة الظروف ورفع علم البحرين عاليا على قمة أعلى الجبال وأضاف سموه لقد زرع حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى في نفوس أبناء مملكة البحرين حب التحدي والمغامرة والتضحية في سبيل رفعة مملكة البحرين وأعلاء شأنها وهو الأمر الذي اتضح من خلال ما قام به فريق الحرس الملكي وإصرار الفريق على الوصول إلى قمة إفرست وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد ندرك تماما أن أبناء البحرين قادرين على تجاوز الصعاب والتحديات مهما كبرت وجسده أعضاء فريق الحرس الملكي في قهر الصعاب والوصول إلى قمة إفرست وسط الأحوال الجوية الصعبة والممرات الجبلية الوعرة لكن أبناء البحرين الذين يمتلكون عزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر أثبتوا قدرتهم وشجاعتهم وعملهم الجماعي والتكاتف بروح فريق البحرين لتحقيق إنجاز استثنائي يسجل باسم مملكة البحرين في الوصول إلى قمة الجبل العالمي وتابع سموه الإنجاز العالمي الذي يسجل بحروف من ذهب وحققه رجال الحرس الملكي ليس بغريب عليهم فقد عودون دائما بأنهم على قدر عالم من المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مختلف المجالات وكانت ثقتنا كبيرة فيهم للوصول إلى قمة إفرست وصناعة إنجاز كبير للمملكة من خلال رفع علام البحرين من جانبهم عرب عضاء فريق الحرس الملكي عن فخرهم واعتزازهم بمتابعة جلالة الملك المفدى لرحلتهم واتصال جلالته لهم وتهنئته بالإنجاز الكبير لمملكة البحرين بالوصول إلى قمة إفرست مؤكدين أن متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد للفريق قبل مغادرته إلى مهمته لتسلق الجبل وكلمات سموه شكلت الدافع الكبير والمحفز للفريق من أجل مواصلة التسلق وتخطي التحديات والصعوبات وصولا إلى قمة الجبل ورفع علام البحرين عاليا خفاقا في مشهد ولحظة تاريخية ستظل محفورة في تاريخ البحرين اشتركوا في القناة